أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تكفولها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرى من الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة الإسكندرية من قاطني مشروع التطوير الحضاري بشائر الخير بتكلفة إجمالية بلغت نحو أربعة ملايين جنيه وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أنها بصدد دراسة تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي تتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الأسر لإيجاد حل أكثر استدامة لهم سعياً لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر على تلبية احتياجات من معيشية